ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت النصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعن من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس لاحظ هنا ابن الأثير ينظر إلى أي شيء ينظر إلى قدسية الإنسان الإنسان المؤمن الإنسان المسلم أشرف وأفضل وأكرم عند الله من البيت الحرام فكيف بالبيت المقدس إذن حافظوا على أرواح الناس حافظوا على أرواح المسلمين قبل الحفاظ على المساجد وديوتات العبادة الحفاظ على المؤمن وحياة المؤمن وإيمان المؤمن وإسلام المؤمن أو لا من المساجد أو لا من البيت الحرام فضلا عن البيت المقدس وباقي المساجد يقول وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعن الملاعين الملاعن من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس وما بني إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بدون الحوامل وقتلوا الأجنة لهذه الحادثة التي استطار شروها وعما الضاررها والكلام لابن الأثير يقول لهذه الحادثة التي استطار شروها وعما ظروها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح فإن قوما خارجوا من أطراف الصين لاحظ هذا مورد آخر هذا الشاهد آخر يبين لنا سبب غزل مغول لبلاد الإسلام سبب تنمر وس وتوحش المغول باتجاه المسلمين وضد المسلمين وبلاد الإسلام يروي ابن الأثير يقول فإن قوما خرجوا من أطراف الصين من أطراف الصين خرجوا فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقنت وبخارة وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق أقول خرجوا من الصين وغزوا البلدان الإسلامية وغيرها وقد وصلوا إلى حد العراق في سنة ستمائة والسبعة عشر كما يذكر ابن الأثير هنا أي قبل أربعين عاما من سقوط بغداد وصل التتار إلى حد العراق وما زال غزوهم وفتكهم بالمسلمين وبلاد الإسلام ومع كل ذلك يقول منهج ابن تيمية أن التتار لا طمع لهم ببغداد ولم يكن في مخططهم وقزهم غزو بغداد ولا أسقاط خلافتها وأن الخليفة لم يكن يعلم بخطر التتار ولا بتحركهم فلم يتهيئ لهم بل صرح جيشه لعدم حاجته له فبقي الخليفة على غفلته والسباته إلى أن وصلوا إلى أسوار بغداد فحينها استيقظ لاحظ هذه عبارة عن روزة خونية وخرافة واقضوا على منهج ابن تيمية التدليسي ثم والكلام لابن الأثير ثم يقصدون بلاد أذربيجان والرانية ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها ولم ينجو إلا الشريد النادر في أقل من سنة هذا ما لم يسمع بمثله يقول كل ما فعل هذا في أقل من سنة يقول هذا ما لم يسمع بمثله ثم لما فرعوا من أذربيجان والرانية ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم وعضروا عندها إلى بلد اللان والنكز ومن في ذلك السقع من الأمم المختلفة فأوسعوهم قتلى ونهبى وتخريبا ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء التتر عليها فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا يقف بوجوههم أحاولهم